ممكن انت بتفكر في شخص يا اما انت والزوجين يا اما هي فقط كانت تركك بيها برج الجدي عليك حمينية انا بش نحاول ناخد كارت خالص لانه على ما يبدو هم قصة لانه يعنينا عندنا قصة عندنا قصة اوكي اوكي طيب برج الجدي انا شيفة كما قلنا عنك ممكن انت بتفكر في شخص وهو ايضا الشخص دي على فكرة بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنت متزوجين يعني في علاقة زواجي اما الشخص دي كانت تربطك به علاقة قوية اللي هي علاقة مثلا حميمية او ممكن العلاقة تكون عما طي فما انجي دي بجسدي كبير ممكن يكون الشخص دي على فكرة يا اما خانك خدعك او تهبك انت بالخيانة ينرجم يكون وقالت تهبك انت انك خدعته مثلا ولكن القصة انا شيفة انه اكثر ان الشخص دي انت بتشوف انه هو خدعك انه هو تركك خليك مثلا واحدك بشيء وموصيش به او مثلا مشيك في طريق اوكي وحتى الكروت هذوم عادة انا نرخذها ونشوف شو هم حاجه اجتده بصفاتنا عامة وشو العاطفة فقط فاليوم يعني عاطفية حتى القراءة هذية هي قراءة عاطفية حتى القراءة المبدئية هذية عاطفية فكنو قصة ممكن الشخص دي مشيك في طريق وصحب منك البساط مثلا تخليك وحدك في طريق قليل تكمل وحدك انا طريق هذية معادش يساعدني مش طريقي امشي لوحدك حاجه يعني حاجه مننا واحده فما خياني ولكن اللي انا شوفه انه انت ممكن تكونوا توأم لكثير منكم ممكن تكونوا توأم الشوحل والشخص دي مش فاهم يعني قصك توأم الشوحل مش فاهم يعني شو العلاقة بالفضبط فهو الهارب وانت المطارد عامة انا شوف في عقد ممكن يعني للبعض منكم ياما تتزوجوا ياما هذية عقد عمل واتفاق على عمل لانه هذية مش نخليها الكروت هذية عامة عموماً في كثير منكم ممكن قريباً في الزوج يبرج الجديد. إن شاء الله بالتوفيق. خلينا نبدأوا نشوفوا أولاً. أنا حابة نأخذ أيضاً بسكولتها. دوما نشوفوا الطاقة. طاقتك إنتا وطاقة الشريك. هنا في طاقة الحامل الوديع. تقريباً ثم شبه بين الطاقتين على فكرة. هم شبه. الكوتشينا هذية ما نجموش نقراوها مع قوسة. ما تجيكن بالطريقة هذي أو بالوجه هذي. طيب أنا نشوف إنه برج الجديد. في الوقت الحاضر إنت ممكن تكون موجود مع مجموعة أشخاص يعني إنت مشوء لوحدك. شايفتت يعني شخص مسالم محبوب بتحاول طاقتك فيها هدوء عموماً. عموماً أو بصفة العامة طاقتك فيها هدوء. شايف إنه إنت ممكن تكون مش من عزل ولكن ثم يعني دائماً أشخاص بيحاولوا إنه هم يعني دخلوك معهم في العلاقة أو خليوك معهم في علاقة ولكن إنت اللي تسحب نفسك أو تفكر إنه بتسحب دائماً نفسك. الشريك أنا حاسن هو ممكن يكون الشخصي وحيد على فكرة وممكن يكون أيضاً يعني حاسس بمكيفة. أوكي؟ وأنا شوف إنه عامةً عنده بعض يعني متألم أو حزين فما شيء ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعاً ولكن ممكن يكون. طيب خلينا نبدأوا برج الجديد ونشوفوا بالطارق بفهول أول كارت. وطلع لك على فكرة برج الحمل حتى في القوتشينة هذية وتوى طلع لك برج الحمل. ضيحان قدمان وأسيران الكابس وكرت برج الأسد استرينث القوة. شايف فيه أشخاص أو فيه شخص يفكر فيكم في الثاني هذية على الأغلب إنت بطريقة روحية. أوكي؟ تفكيرك في الشخص هذية فيه روحانيات. ممكن على فكرة العلاقة معلقة منتهية. يعني أنا شايف فيه غموض. ممكن أنت فما حاجات كثيرة أنت متعرف هيش على الشخص هذية. أو فما واحد فيكم خايف عامة. أوكي؟ بالرغم أنه فما حب. وبالرغم أنه فما طاقة جنسية عالية جداً 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 بينك وبينه الشخص هذية. حتى الكروت الأولانين لنزلناهم فيها كارت الطاقة الجنسية. الشخص هذية على فكرة بيحس نحيطك بالفعل بطاقة جنسية. بيحس أنه أنت تعبك معه وأنه هو بالفعل يعني كما أنت أو كما الكروت قانونا أنه فما خيئنا. وعموماً الحب موجود. وإنت على ذكرة بتحب الشخص هذية يعني بتحس أنه هو صلمت أو توين فريم. وبتحس أنه هو الحب الحقيقي. هذيك عليش أنت بتفكر فيه بطريقة روحانية. يعني الطريقة اللي أنت بتفكر فيه بها الشخص هذية روحانية أكثر. وعلى فكرة الشخص هذية ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط ممكن. أو أنت بتحس طول الوقت أنه ممكن يكون الشخص هذية مش معاك. مثلاً مشغول بحاجات أخرى طول الوقت وكله أحنا. أوكي؟ وإنت حاسس أنه هو مخبّي عليك حاجات. وأنه فما حاجات كثيرة مريبة أنت مش فهمها. وممكن كما قلنا تركك ومشي مثلاً اختفى فجأة. يعني شوفوا يا إما اختفى فجأة. يا إما هو مثلاً عشمت كما يقولوا بي شيء أو فيش بيه. مثلاً قال لك يعني احنا بش نتزوج وانت بنيت أحلام وبنيت أمال معاها الشخص دي. وفجأة انسحب مثلاً من العلاقة. وفجأة يعني ترك الجمر بما حمل ومرحل. فهمت القصة مفاجئ. وممكن هو متعود على الطريقة هذية. انه هو بيجي فجأة يعني وقلوا احنا بيختفي فجأة. وانتم على فكرة انا مش شايفة انه انتم بتتكلموا. ما فيش ثقة بينكم عموماً. انت والشخص دي مثلاً ماش تقريباً ثقة بينكم. طيب. طيب. انتم ممكن تكونوا علاقة الحياة سيدقة على فكرة. طيب. 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 الواقف اللي انت عملتها معاه موقف شهامة. تهمت القصة ويعني بيشوف انه انت لما بتحب بتحب باخلاص. الشخص هذيه شيفك بصورة جيدة على فكرة وممنون لك من ناحية اخرى. شوفوا ممكن يكون هو شيفك عندك بعض الغموض ولكن هذيه هو يعني متأكد انه هذيه من طبعك انت الغموض. اوكي. وانت ايضا بتحس انه هو غاضب. والغموض هذيه ممكن ظروف هو مش حابب انه مثلا يقول هيلك او مش حابب انه هو يدوشك بيها معاه مثلا. تهمت القصة. فهو بيشوف انه انت شخص مضحي. غيرت له مثلا حياته. ساعدته يعني كثيرا انه هو يتغير الفكرة. في التهيل هو في حد ذاته. وساعدته على المستوى الروحي كثيرا. تهمتو. فوجودك بسفة عامة في حياتك الشخص ديه خلته يفهم ممكن اشيء. ممكن انت تكون مساعدته مديا ايضا البعض منكم مش الناس الكل. ممكن تكون حسنت له ايضا نفسيته. خليته شخص يعني ثيبت. يعني خذوها المساعدة باي طريقة يعني حسب قصتك انت. فهو حاسس انك انت يعني نورت حياته. كأنك يعني عرفته شفته يعني انت ما يخذ طاقة القمر. بالضبط. فمشاعر تجاهك. مشاعر يعني نقوله احنا ثيبتة. ممكن هو انا شايف انه هو حابب يرتبط بيك. لانه شايف انه انت الشخص المناسب. ولكن على فكرة. ممكن تقول فما شيء. اللي وقف بينك وبينه. مش لا منك ولا منه. فما حاجة اخرى. طيب. اوكي. اوكي. شوفو. اه الشخص ادي يشايف انه انت وهو. المفروض ترتبط ولكن مش بالطريقة التقليدية. يعني انكم مثلا تقعدوا مع بعض. اه تبتكروا طريقة تكون مساعدة لظروفه هو. ومساعدة لظروفك انت. ممكن يكون متزوج للشخص دين البعض منكم. مش للجميع مثلا. اه. عليش. لانه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيات. وهو على فكرة. متمسك بيك جدا. وشيف انه انت ساعدته كثيرا في حياته. وعلى فكرة هو سعيد جدا معك. وفما ذكرياته ومحتفظ بيها. بينه بين نفسه. وسعيد جدا 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 بالعلاقة معك. اه. هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له نظام حياته. قولوا احنا مثلا كان عنده عادة سيئة. مثلا تدخين او. اه. يعني ايا كانت العادة السيئة هذه. مش بالضرورة انت قعدين اعدد لكم. فانت تقريبا اعطيته دفع. انه هو. اه. يغير. الشيء هذه. اوكي. او العادة السيئة هذه. اه. اذا كنت مثلا مساعدتهش مديا. مثلا ساعدته. اه. نفسيا على المستوى الروحي. ايا كان. فا. اه. كأنه مثلا الشخص هذه يعني. سهل عليك. امور كثيرة. وساعدك كثيرة بصراحة. اوكي. طيب. سنيني اديك بكروت اكثر. ضغرس. هو. على فكرة. اه. وشايف انه انت ممكن تكون متشائم. اوكي. فاقد الامل في العلاقة. او ممكن انت كنت بتحاسبه على كل موقف كان يصدر منه. وممكن تكون واخذ فكرة عن عن الحب من الطفولة. ومصر انه انت تطبقها على قصتك مع مع الشخص هذه بالذات. اوكي. وممكن تكون حتى متأثر او اه. يعني. عن الحب وعن العلاقات بصفة عامة. فا. كأنك يعني اخذت مثلا في اشخاص انت يعني تعرفهم مثلا في حياتك. اوكي. اه. مثلا ويلدك وعلاقته بولدتك. اه. اه. اصدقاء. اه. اه. اقارب. حتى جيرين مثلا. فانت تقريبا اخذتك اكل الشيء اللي انت شفته. وحسيت انه كل العلاقات يعني بالضرورة. افهموا معي. كل العلاقات بالضرورة تكون بالطريقة هيديك. يعني كأنك انت خبيت افكار مصدقة. وكأنك عملت لها تنزيل. وهناه هي. هذي هو الخطأ. او هذي هي الحلقة المفقودة. فا. يعني بشوف انه انت هندك فكرة. ثابتة. عن العلاقات. اوكي. فا. اه. والواضح انه انت بالفعل يعني. اخذت فكرة. وحابب تطبقها. الشخص ادي بيحبك جدا. وشايف انه ممكن انت حاطت قيود شوية. اوكي. ومتمسك. ومشيتك متمسك باخلاقيات معينة في حياتك. ولكن. وممكن يكون حابب يقولك انه الزمن تغير. انه مش بالنرورة. اه. على كل شي فيما يخص تفكيرك انت فقط. يعني. مثلا انت نقولو احنا من نوايات الاشخاص مثلا. اللي بيتفرج كثيرا. انه متأثر بالافلام مثلا الدراما المصرية القديمة. فا. انت بتشوف انه مثلا الحب والمشاعر في الزمن هذيك. كانت مختلفة تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر. والاحترام والعلاقة. فانت تقريبا. وغزلت مثلا. اقولوا احنا. اه. بتحاول انك العلاقة اللي تريشها. القصة الحب اللي تريشها تكون بالطريقة هذيك. هذي مثال. ومتقولوا ليش اميرة وانت احنا ليه. وانا عليش نسكر التحليقاتي. انه نلقى ناس مش فاهمة اصلا. انا بعثي مثال. فطبق انت لو مش النقطة هذي مش مناسبة ليك طبعا. ومش انت لا. انت بالعكس شخص يعني. فخلاص يعني. مش مشكلة يعديها. اوكي. فكأنه يقولك يعني اعمل حساب انه فيه ناس مختلفين عنك. وانه انا مختلف عنك. وانه انا بنحب اشياء. ممكن انت متكونش تحبها يعني. احترم الاختلاف اللي بيننا. تماما. فالشخص هذي مش حابب انه انت. اه. كيش ننجم نقول هذي. انت عندك فكرة عن الحب ممكن تكون سدية شوية. مثال قلت له انت خين. اه. انت مش تتركني وتمشي. انت مش حاسس معه بالامير مثالا. فحابب. اه. فكرة. انك تربته معاك مثالا. فتحب يعني. نقوله احنا مثال تحب انت زويج رسمي. اه. يعني علاقة رسمية. وفهمتك كفيش حقه. هو مش مستعد مثلا. اوكي. وشيف تقريبا. اه. اذا كان حاببين ان نقوله الكلمة وانت اطلع. بس حيحة. كأنك حابب انت تحط شروط. او تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هذية. يعني. هو بيشوفك بصورة انه ما عندك الفكرة هذية. اه. يعني. ممكن مش 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 غروري انت تحبه مثال زوجك رسمي. ولكن هو شيفك بصورة هذية. شيفك شوي تقليدي ممكن يعني. بكل امانة. تمام. ممكن يكون شيفك شوي تقليدي. مسان ما انظرك على فكرة حتى لو انت منفصلين. مين شوفك يعني حساس جدا. جدا. جدا.. جدا. اه. وانت شخص تعمل حوقات الاجبالك. صعب السيطرة عليك. صعب السيطرة عليك. بيشوفك مختلف عنه كثيرا على فكرة. انا مطلع ليش كارت الاختلاف الاجتماعي. ولكن عليش هو الشخص ده يشيف وانت مختلف عنه. اشوفه عموما انا محب ان اخذ كارت من كروت او كارتين من كروت ملايك الحظ. ممكن احصلنا شوية. او فصلنا العلاقة. انا يحبوا يساعدونا طبعا ملائكة الحق. انا في بعض الاحيام انا اعطي الميش فكرة جيدة. برج الجديد. عليك تل بشريك وبرج الجديد. عليك تل بشريك.